كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم يستقبل ابنته فاطمة من مات من أخواتها أثناء حياتها هذا سوف ما نعرفه بعد قليل يا أهلا وسهلا تحية الإفطار مع جده اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى كانت للسيدة فاطمة رضي الله عنها العديد من الصفات التي تميزت بها ريالها وفيما يأتي بيان البعض منها إنها أشبه الناس برسول الله كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها أشبه الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه ويراد بالسمت الخشوع والتواضع أما الهدي فهو الوقار والسكينة والدل حسد الخلق وطيب الكلام كانت فاطمة أكثر الناس صبرا وذلك على الرغم من عظب المصائب التي مرت بها في حياتها وذلك وفاة أمها في حياتها عندما كانت صغيرة وذلك في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة وفقدها لأخواتها حيث فقد في حياتها رقية فأم كلثوم فزينب وكذلك صعوبة الحياة التي كانت تعيشها يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه أن ناضح بالنهار وما لي ولها خادم غيرها وكان قد أرشدهما الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما يغنيهما عن مر الحياة ومشقتها فقال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وكذلك وفاة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم في حياتها وفي تلك المصيبة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليه السلام وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه يا أبتا من جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل ننعاه فلما دفد قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب إلى هنا أصدقائي ينتهي حديث هذا اليوم ولكن نتسأل على ماذا كان علي وفاطمة ينامان وماذا قالت فاطمة عند وفاة أبيها محمد صلى الله عليه وسلم أكتبوا لنا رأيكم في التعليقات أما غدا فذوف نتحدث عن منزلة فاطمة في الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عظيم اللطف يا الله القلب يفزع في الملمة ضارع لك يا عظيم اللطف يا الله الله القلب يفزع في الملمة ضارع لك يا 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 عظيم اللطف يا الله الله القلب يفزع في الملمة ضارع لك يا عظيم اللطف يا الله اللطف 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 اللطف